اشتركوا في القناة اليوم الحراء القصوى كانت في مستوى الاثناشا درجة بالمرتفعات ارقام تروحت من بين الاخمستاش لتسعتاش ببقية مناطق الشمال والوسط سجن نزولها المستوى سبعتاشا درجة بقليم تونس الكبرى وبالنسبة لمناطق الجنوب تروحت الارقام من بين عشرين الى اربع وعشرين درجة الاربع وعشرين ساعة الفارتة سجن فيها نزول بعض الامطار المحلية بالجنوب الشرقي بوليتي مدنين وتطوين وفي مخص ملمح الوضعية الجوية الحالية نشوفهم كالعادة من خلال تسلسل لصور القمر الاصناعي سماء اليوم اللي كانت مغشات ببعض السحب باغلب مناطق البلاد ونتوقع بيش تكون محليا كثيفة بالشمال وايضا بالسواحل الشرقية والمركز الحركي الفعال لهبوب الرياح القوية هو منخفض للضغط الجوي كان متوازد على البحر الادرياتيك ونتوقع تنقل شرقا على المدى القريب إن شاء الله نتوقع تقلص في فعالية الرياح بداية من يوم الغد إن شاء الله وتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى الـ 40 كم في الساعة بالمناطق السحلية الرياح اليوم كانت قوية قرب سواحل بالمرتفعات وأيضا بمناطق الجنوبين كانت مصحوبة بدوير رملية محلية الشالي سهم في تراجع مدرؤية الأفقية للا نتوقع درجة حرارة تكون من بين الاربعة لثمانية درجات بالمرتفعات تتروح من بين العشرة لاربعتاش ببقية مناطق البلاد ما زلت الرياح القوية متواصلة بالمرتفعات وأيضا قرب سواحل والبحر يكون هائج إلى شديد الهيجان بخليج حمامات وبجهة السحل يوم الغد إن شاء الله مواشرات بعض تغييرات نسبيا مقارنة بالوضع الجوي اليوم كما كنت نحكي تقلص في حدث وفعالية الرياح مواشرات الأمطار الرعدية بعد ظهر بالشمال وأيضا بالوسطة وممكن سجلوا ارتفاع نسبي في درجة الحرارة مقارنة بالأرقام التي عاشناها اليوم يوم الغد نتوقع الصعود الحرارة القصوى المستوى 21 بإقليم تنسي الكبرى 18 بجيئة وطن القبلي 21 بزغوان و20 بأقصى الشمال ببنزرت بمناطق الشمال الغربي تصل مستوى 19 بتبرقة 20 بباجة وبسليانة 21 بجندوبة و19 درجة بالكف نتوقع تجيل 18 درجة بتالة بالقيروان 24 بالنسبة لجيئة الساحل بسوسة وبالمنسير 21 بالمهدية بعاصمة الجنوب السفاقس وقرقنة 22 درجة 23 بسيري بوزيد و21 بالقاسرين بمناطق الجنوب الغربي تصل حرارة القصوى المستوى 23 بقافس انفق وتزيل 16 بتوزر 27 بيكبلي 24 بقابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربان توقع تزيل 23 درجة 25 بمدين 24 بتتوين و23 درجة برمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحري يتواصل هو بريح في أغلبها من قطاع الغربي ثم تتجه إلى جنوبية سرعة من بين 15 إلى 20 عقدة وتتقاوى فعاليتها بعد ظهر بمنطقة سيرات لتتروح من بين 25 إلى 35 عقدة البحري يكون متموش شديد الاضطراب بالنسبة لخليج تونس والسواحل الشرقية للبلاد وصولا لخليج جابس فريح تكون غربية فالشمالية غربية ثم تتجه من قطاع الجنوبي سرعة من بين 15 إلى 20 عقدة البحري يكون متموش كالعادة لديكم فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية بين وكشت 34 درجة أجواء مغيمة جزئيا 24 بالمغرب الأقصى 18 بالجزائر العاصمة 17 بالترابلوس وتقص يكون أحيانا كثيفة سحب بنسبة الخرطوم 37 درجة نتوقع تزيل 16 بالقاهرة بالمدينة منورة 30 37 بمكة المكرمة سماء صافية بالدوحة بأبوظبي سحب عمتان قليلة بمسق 24 25 بالكويت 24 بمغداد بعد سحب بدمشق ببيروت وبالقدس الشريف 19 درجة نتوقع تزيل 16 بإستنبول وبالنسبة لأوروبا نتوقع 16 درجة برما أجواء مشمسة 9 بفينا ببرلين بعد الأمتار بلندن أمستردام بريكسيل وبريز 12 درجة بجناف 24 بمرسيلي 22 بمدريد 19 درجة بلشبونة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة عود التدفق الرياح لقوية بداية من يوم الخميس بالمناطق السحلية وانتصل سرعتها القصوى المستوى 60 كم في الساعة البحر يكون شديد الاضطراب إلى مضترب بخليج جابس مؤشرات الأمتار بشمال وبالسواحل الشرقية للبلاد وفيما يخص درجة الحرارة القصوى فمن المتوقع باشتتراوح من بين 14 إلى 19 درجة بالشمال وبالوسط والأرقام تكون من بين 19 إلى 23 بجهات الجنوب يوم الجمعة تتنقل التائرات الهوئية لتكون من قطع الغربي تبقى قوية قرب سواحل ومعتدلة قوية نسبيا داخل البلاد البحر يكون شديد الاضطراب تتوقع وارتفاع نسبي في درجات الحرارة وظهور بعض سحب العابرة بأغلب مناطق البلاد و25 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بقنوات الاتصال الخاصة بالمعهد الوطني للرسل الجوي موقع الويبتر ودوبلو فيب وميتيو بونتين تبعثوا إرسالية قصيرة والتي تتصل برقم الموزع صوتي 88-40-40 والتنجم تتفعل معنا من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد أوقات صالات اليوم الغد صالات صبح بداية من خامسة وسبع دقائق الظهر منتصف نهار و36 دقيقة صالات العصر في الساعة الرابعة إلى عشر دقائق صالات المغرب في الساعة السادسة و27 دقيقة وصالات العشاء بإذن الله في الساعة السابعة و51 دقيقة شكرا على حسن متابعة الاتمام إلى اللقاء